بعد أن شهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاعا كبيرا بالأسعار اعتبر مواطنون من مرتادي السوق المركزي أن مصدري وتجار الخضروات كانوا سببا في هذا الارتفاع الكبير بالأسعار منتقدين غياب التنظيم والرقابة نقيب التجار ومصدري الخضار والفواكى أحمد ياسين دافع عن شريحة التجار والمصدرين بالقول إن سبب هذا الارتفاع يعود إلى تراجع كميات الخضروات الواردة إلى السوق لأحجام كثيرة من المزارعين عن جني محاصيلهم الزراعية شهر كان فيه البندورة احنا خذناها في دينار الآن البندورة فوق الدينارين والله ما بعرف يعني يعني فيه احتمال أنهم فتحوا باب التصدير آه باب التصدير يعني قبل كانت شوية البندورة أرخص البطاطا هالسعر بعدها نير ثلاث ونص يعني البوكس يعني ما بعرف شو اللي شو اللي صار التصدير مية في المية يعني أنا أنا تابعت اليوم بتلفزيون الأردني التصدير نعم لو خففوا في التصدير شوية يعني بدال ما يصدروا كمية يخففوها شوية فبنزل يعني فيه الشار الفضيل لازم أن الحكومة تنظر لها المواطني يعني الأردني بشي أصناف مرتفعة غير البطاطا بس السبب ارتفاعها السبب التصدير هاي ما فش الباستطا ما فش فيها بطاطا اليوم التصدير اه والله البندورة اليوم علي بلرتين السندوق يعني وبطاطا مش موجودة في الباستطاء ندور عليها بقولك بسبع يرات في السوق يعني فيه غلاغ جزي مش مش فيه غلاغcze يعني البندورة الرئيسية والبطاطا الرئيسية يعني الأصناف الثاني فيه غلاغ فيه موجود غلاغ ايش مطالبتك من الحكومة يعني بهذه الشيء الحكومة بقولك التصدير و Hebrews 2000��는 بقولك ليش شايع تقولك الشاحن ما شاحن أنا مزارع أجيب من مزرعتي وأجيب الخضراء وكمسيون وبلدية وأجر نقل وذبحة وتلفونات وهذا بيش واليوم بيش وهذا والأسعار بالمرة يعني أحنا المزارعين أكثر ناس اللي ناكلها هاي اليوم يعني بوكسة البندورة تفرج على البندورة بدينار ونصف دينارين البندورة تفرج عليها تعبعينك أما لما تروع على التجارة ودهوا بخمسة وبستة وهم من يربحوا وبين تاجر يبحث عن جني الأموال وأجهزة رقابية ليس لها من اسمها نصيب ها هو فصل من فصول ارتفاع الأسعار يشهده المواطن والذي يتمنى أن يكون هذا آخر فصول جحيم الأسعار حزم السردي الحقيقة الدولية